طيب اللي ظهر كمان دلوقتي الفيديوهات اللي هي حد مثلا بيطلع بيعمل اي حاجة اي ان كان بيطبخ بيحط بيحط ميكوب اي ان كان لكن ليه بتحكي عن قصة وهي بتعمل ده بتحكي عن قصة مثلا فلانة في التسعينات اتقتلت عن طريقة فلانية طب ايه اللي حصل التحقيق عمل التحقيقات اثباتت ايه الكلام ده وتلاقي نفسك مسحول معاها وبتتفرج عليها جدا وده بيفكرني بزمان كان فيه كده برنامج مشهور قوي اسمه خلف الاسوار كنا احنا نقومش غير لما نخلص الحلقة كلها لا فرق بين النوري والظلام بجد فكلنا فعلا اه لا لا كنا بنقعد نحب قوي البرنامج ده ونتفرج عليه جدا السبب ايه يعني ليه احنا بنتسحل قوي مع الفيديوهات من النور ده لغاية اخرها يا تقدرش تحول عشان احنا عندنا ميول لاكتشاف المجهول وميول تجاه العنف والجرائم ودي زي ما قلنا هي غريزة موجودة جوانا بالبناسبة هم عملوا دراسات على الساديات الاكثر عنفا فلاقوا ان الانسان من اكثر الساديات عنفا على عكس النمور يعني لقوا انه البني ادمين العنفة عندهم اكتر من النمور وانه غريزة الصيد في النمور بسبب الجوع لكن غريزة الاتل في الانسان ملهاش سبب وملاش عرفه بالجوع لا بستا ممكن اقول حضرتك على حاجة انا دايما بيبقى في دماغي ايه وانا بتفرج على النوع ده من الفيديوهات يعني انه لو انا تعرضت الموقف زي ده احمي نفسي ازاي بس طبعا انا بانسى اصلا يعني اول ما هقفل الفيديو بانين باصحة تاني يوم ولا فكرة حاجة ده واحد من الدوافع الاساسية للفرجة على افلام الرعب طبعا زي ما قلنا انه هو موجود كغريزة لكن حاجة تانية انه ساعات كتيرة واحنا قاعدين بنتفرج وفي بيتنا وتحت البطانية وقفلين علينا الباب بنحس ان احنا في امان فده بدينا شعور بالاطمئنان اللي هو انا هتفرج على افلام الرعب وانا هم نطمن بطانين قوي ادوى فبيديني الاحساس ده كانوا عملوا دراسة في فلندا على مجموعة من الناس اللي اشتركوا في الدراسة لقوا انه 72% منهم بيقولوا ان احنا بنتفرج على فيلم رعب كل ست شهور وكان السبب انه ده بيحسسهم بالدفئ الاسري ان هما بتلموا مع بعض عشان يتفرجوا ده دراسة في فلندا فعلا عشان يتفرجوا على الفيلم الرعب وان هما قاعدين مع بعض فحسين بالامان يشوفوا اي قسم مشترك هي فكرة انه الفيلم الكوميدي ممكن شوفوا لوحدك لكن فيلم الرعب هتخافت شوفوا لوحدك فبتلم الناس حواليك فهم بيشوفوا كده بيشوفوا انه فيلم الرعب ده لازم يبقى في جاذرينج يعني احنا عادين مع بعضينا فدي واحدة تانية من الاسباب اللي بتخلي الناس تحب تتفرج على افلام رعب الحاجة التالتة انه ساعات بحس انه انا بفرغ العدوان اللي جوايا والشحنة اللي مفعالية مع افلام الرعب ومشاهد القتل والدم والعنف كأني بالزبط ده اتفرجت على الفيلم كأني عملت كده ففرغت العنف اللي جوايا فخلصت الفيلم وخلص العنف اللي جوايا هي بتخلص ولا بتزيد لا هو بقى ادراسات بتقول انه للأسف الحكاية بتزيد مش بتخلص بالزبط كده كان في تجربة عملها بندورة وده واحد من علماء الاجتماع المشهورين اكتشف انه مشاهدة العنف وبذات مع الاطفال بتزود العنف عند الاطفال فكان جايب مجموعتين من الاطفال مجموعة بتشوف البوب دول اللي هو بلونة كده منفوخة بتتضرب واطفال تانين ما شافوش المشهد ده الاطفال اللي شافوا البوب دول بتتضرب باستمرار بقى عندهم عنف في الدراسات اللي بعد كده اكتر بكتير من اللي ما شافوش عنف